السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتنا من شريعة مصري بقار كندية. لو انت جديد او انت جديدة في القناة ان شاء الله تعجب قناتنا وسبسكرايب معينا. النهارة ان شاء الله عندنا معلومة من بلاي لت وصفة وفكرة معلومة. المعلومة دي مفيدة جدا. هي مش معلومة بس هي كزا معلومة بعض. آآ كله عن ورق الغار. ورق الغار او اللوري او البي لور ليفز. آآ كلها مساميات لورق واحد. الورق ده يعني آآ سحر ربنا خلق لينا بصراحة في كل بيت. آآ ده اللي مخليني بقول ان هو لازم يبقى موجود ما عندك في كل بيت وبكميات كبيرة. ورق اللوري ان احنا منحطوها على الشربة وبنعملوا بانه احلى شربة. آآ ده فايدته الغزائية بتزهر جدا لانها آآ مليانة بالفيتامينات والمعادن ومن ضد الاكسا ده. فبينزل الفايدة منه في الشربة وبناخد الورق نفسه ونرميه وهو ده الصح. الورق نفسه مش بيتشرب تماما مش بيتاكل سوري تماما. الورق بناخد المادة الغزائية اللي فيه بس وهو بترمى. وده اللي احنا هنشوفه ان شاء الله. هنشوف كده آآ يعني فوائده آآ واحدة كده لانها عايزة بصراحة ورق وقلم تكتبه معي الفوائد من قطرة. آآ فاول حاجة من الفوائد هنشوف كده. اول فايدة هنا ان انا احرقه. تخيلوا انا اجيب الليفز هنا الليفز اللي هي بتاعة الورق اللوري واحرقه. ده بيعمل ايه? حرق ورق اللوري بيسبب طاقة ايجابية جدا في المكان. وآآ متتخيلوش ببلواح نفسيته تعبانة جدا. وخصوصا في الشتاء. مجرد ان انت تحرقي شوية ورقة ورقتين تلاتة من ورق اللوري. وتقفلي الروم عليكي وتفتحيها تاني. ما اقولكيش الطاقة السلبية كلها بتضيع من من الغرفة ده هي. آآ بيسبب لان احنا في الشتاء كمان بيجينا اكتئاب الشتاء ده طبيعي. وبيجينا اكتئاب الخريف ده طبيعي واكتئاب تغيير المواسم او تغيير الفصول ده بيحصل كتير. آآ ربنا يابد عنينا الاكتئاب. كمان آآ مجرد ان انت تمسك الورق ده هو تخليه من غير حرق من غير اي حاجة. وتحطيه تحت مخدتك آآ كل يوم. او الجنب المخدة كل يوم. بيسبب حالة نقاء رهيب لي الصفاء زهني رهيب جدا. ده غير ان هو بيساعد على النوم. بيحمي من القرق ويساعد على النوم مجرد ان انت تشمي ريحته وتخلي ريحته قريبة منك من مناخيرك ساعة او من مناخيرك ساعة النوم. فبيساعد على النقاء وصفاء الزهن. وبيساعد على النوم بطريقة جميلة جدا. مع آآ طرد الطاقة السلبية من المكان. حنشوف بقى آآ ايه فوائده التانية. هنا انا عملت كوباية الشاي وحطيت ورق اللوري عشان اوريكم فوائده الجميلة. آآ الكوباية الشاي ده هي بورقة اللوري لو واحد عنده برد بيحمي ويعالج من البرد والانفلونزة بطريقة فعالة جدا. لو بعض الشر في حد عنده السكر بيقلل من نسبة السكر في الدم ومستويات السكر في الدم. لو آآ انسان بيعاني صعوبة في التنفس وغلى شوية اوراق اللوري وحطها في المية وبس حط مناخيره فيها بيفتح مجرى التنفس وبينقر رئة جدا في للتنفس. آآ كمان بيعالج آآ هو قوي وفعال جدا لصحة القلب. وكمان لو في حد عنده آآ يعني زي يقوله جروح ظاهرية وعمل زي لابخة من اوراق اللوري دي عليه هو بيعالج عمل زي المضاد الحيوي اللي بيعالج الالتهبات وجروح بسرعة جدا. كمان آآ الورق اللوري بي آآ مضاد الاكسادة. ومدام هو مضاد الاكسادة بيساعد جدا على الحماية آآ من السرطانات بطريقة رهيبة. يعني مجرد ان انت تستمري او انت تستمري عليه بيحمي ربنا يحميكم من السرطانات. ده غير ان هو لو حد ربنا يشفيه عنده السرطان فعلا بيقلل من النسبة الخلايا السرطانية في الدم. فهو ده مفيد مفيد جدا جدا بطريقة رهيبة. آآ كمان اللي عنده مشاكل فيه الهضم او عنده امساك وعمل غلق من آآ اوراق اللوري دي وشرب منها بيساعد على دخول الحمام ويق نظافة القولون. هو عامل زي بيطرد السموم من الجسم. بيطرد السموم من الجسم بطريقة رهيبة. كمان لحد عنده انتفاخات. يعني كان اكلة جمدة وعايز يحس ان هو ريلاكس بعد الاكلة دهيت وشرب الشاي بوراق اللوري برضو حيفوق جدا من كل الايه من كل الانتفاخات اللي في معدته ده هي. فهو ربنا مدينا زي دكتور عندنا في البيت اللي هو اوراق اللوري. نتكلم بقى على باقي الفواد السحرية لوراق اللوري لسيدة الحامل. لو سيدة حاملة هتاخد فرق ورق اللوري ده في الشاي او مشروب مغلي لمدة ثلاث شهور بعد الحمل. ولمدة ثلاث شهور قبل الحمل. يعني هي هي بتستمر معي لغاية ما آآ يحصل الحمل ان شاء الله. لان هو اغني بحمد الفوليك الفوليك اللي هو طبعا فولك اسد اللي هو طبعا مفيد جدا لمنع تشويه الاجنة. آآ كمان آآ اوراق اللوري لنظافة ومنع تساوس الاسنين. آآ مجرد ان انا ابشر شوية ورق لوري على معجون السنان واعمل بها سناني يوميا بيمنع تساوس اسنان بدرجة رغيبة. كمان مفيد لي اشر الشعر وتساقط الشعر. يبنى مجرد ان انا ابشر شوية آآ ورق لوري واحطهم في الشامبو بتاعي. واخسل بي شعري بيمنع آآ تساقط الشعر وفي نفس الوقت بيمنع اشر الشعر. كمان سوري قام للشعر. يعني لان سوري الامل بيكره ريحته جدا. لو تحط الورق اللوري في آآ زي زيت. زي زيت بيكرهوا برضو سوري الامل اللي هو زيت زي زيت الحلبة او زيوت اللي هي لحتها قوية جدا او زيت شجرة الشاي. لو تحط شوية ورق لوري معها آآ هيحصل وتقعد يعني الوصفة دي على شعر مدة اربع ساعات بيحصل ان الامل بي آآ سوري بيموت. وبيحصل بعد كده تنظيف للشعر. يعني بيتغسل الشعر بعدها. آآ كمان لو انا هتكلم على ورق اللوري هقول ان هو غني بفيتامين سي. وطبعا ده قلنا للبرد والان في الونزة. غني بفيتامين آآ حمد الفوليك. غني بفيتامين ايه. آآ في حديد وبوتاسيوم. يعني ربنا مدينا زي كابسولة فيتامينات كاملة في ورق اللوري. آآ بصراحة يا جماعة لو هتكلم على الورق اللوري هقول ان انا هسيب كل حاجة في البيت وامسك في ورق اللوري هو ده اللي خليه عندي في كل حاجة وفي كل وقت. آآ كمان الناس اللي عندها سوري صراسير وكده في البيت. وطبعا دي عدم تحكم ما تقدرش تحكم فيها. انها سوري بييجو ملبلع هنا او هنا. بتطرق بتحط ورق اللوري في كل مكان. لانه ساسيب بتكره ريحة الورق اللوري فتقدر انها تطردها. فعلى قد ما تقدروا قطر ورق اللوري من البيت. وقطروا في البيت. واستعملوه في الشربة. استعملوه في الشاي. استعملوه في مياه مغلية. اشربوه كل يوم. آآ بصراحة ممتاز جدا. بس هو الغير مسموح به ان هو ناكل ورق اللوري. محدش يحاول ياكل ورق اللوري لان هو صعب الهضم. صعب الهضم وده مشاكل صحية كبيرة. كمان ما تحاولوش تاخد ورق اللوري مع المسكنات. يعني لو حد بياخد آآ انتنال او آآ حاجة آآ سوري مسكنات سوري زي آآ بروفين او حاجة آآ مسكنة للصداع او لأي الام في الجسم. يحاول ياخد الورق اللوري ده بعيد ده في وقته عن الوقت اللي بياخد فيه المسكنات. دي مهمة جدا يعني. بس دي كانت فكرتنا النهاردة حبيت اشاركو فيها بالمعلومات. سبسكرايب ولايك وخومنت وفعل الجرس. خليك معنا دايما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايمان رزال.